بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد لقاؤنا هذا ينبري على تأويل بعض الرؤى التي نسمعها منكم إن شاء الله تعالى ولكن هذا لا يمنع مقدمة خاطفة بمشيئة الله تبارك وتعالى أولاً أن الرؤى جاء النص القرآن في ذلك ورؤى الأنبياء وحد وقد سجل في القرآن مما يتبين عظم شأن الرؤى قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ لِكَوْفَارِ فَصَلُّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَامِئَةَ هُوَ الْأَبْطَارِ وقد رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبقيت قرآناً يتلى إلى يوم القيامة كذلك الأذان الله أكبر إلى آخر النداء للصلاة لا إله إلا الله كذلك ما جاء من البشاء من النبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكة وما جاء في حديث طويل أيضاً مما أريع النبي صلى الله عليه وسلم لكن بالنسبة إلى كافة الناس عندما يرى الرأي رؤية لا يبني عليها حكماً يخالف ما جاء في القرآن أو في السنة حتى ولو تترر عنه والرؤية هي جزء من 46 جزءاً من النبوة ولم يبقى بعد انقطاع الوحي سوى الرؤية الصالحة وفي آخر الزمان تكثر الرؤى الصالحة والرؤية من نسبة للمؤمن أو للمؤمنين هي خير ولا غبار على ذلك سواء أفزعته فيدخل ذلك تحت نطاق الخوف قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع وإن لم تفزعه ففيها إدخال السرور على النفس وقد حاول جهابدة العلماء الفطاح للعهود السابقة أن يعطوا التأويل للرؤى الباعة الطويل ولكن إن شغلوا بالفتن التي دخلت على المسلمين فاجتهدوا بما هو أهم آن ذات وهو علم التوحيد وعلم الفقه وعلم التفسير وما إلى ذلك من العلوم الشرعية والمعبر في الحقيقة على ثلاثة أحوال أو هم ثلاثة أقسام القسم الأول المعبرون الملهمون المعبرون الملهمون وهذا ما شاء الله كمثل شعرة بيضاء بجلد ثول أسود والقسم الثاني المعبرون المعبرون الذين أعطاهم الله فقنة لكن لا يوافقون إلا كمثل واحدة من المئة بمشيئة الله فإن كفر فقلي والقسم الثالث معبرون بالتجربة كمثل رجل عليه ديوب فقد يرى كربا أو كربا في الليل فيصبحه الدائم فكثرت التجربة أو كمثل خادم عند سلطان أو أمير فإذا رأى أميره بلغه خير فيتكرر عليه ذلك أو كمثل رجل كريم فإذا رأى في الليل نصا فمعناه سيأتيه ضلف ويتكرر عليه ذلك فهذه تجارب لكن لا تعطيه الفقنة الفقنة هو ربط الأشياء كمثل رجل قال أنا رأيت البارحة حمارا نقول إنك سترى رجلا لا يعمل فيه شبه من اليهود لأن الله مثلهم مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا فعنده قوة وتوفيق وتسليق فربط مثلا هذه الأشياء لكن ليس أنه إذا رأى الرائي يتكرر المعنى وأنا أرى المسدد في ذلك هو الملهم بمشيعة الله وما شاء الله تبارك وتعالى يظهر ذلك في بلوغه للعاشر من عمره فائدة الرؤية فيها فائدة عظيمة للمؤمن لأنها بمثابة الصف الأول في أشياء أو بمثابة الدفاع الأول في أشياء تعلمون تماما أنه لا بد من وضع شيء بين جيشي متعاديين فتجد يضع فرقة أولى ثم يليه الفرقة الثانية ثم يليه الفرقة الثالثة كل ذلك للقوة وعلى سبيل المثال الرجل من إذا رأى شيئا أفزعه فإذا نزل به المفزع كان قد استعد وتأهد لكن لو فوجئ قد يفقد شيئا من قواه العقلية وكما يكون أيضا في المفزع يكون أيضا بالمفرع ولا ينبغي أن تخضط شخص بالتأويل بلا علم وبلا روية إلا بشرط واحد إذا كان عنده معبر ملهم فيقول أستأذنك أن أعبر حتى أرده إلى صوائح لأنه لو تخضط في غير علمي معبر فقد يأثن لأنه كمثلي أنه يتكهن لأن هذا علم يؤتيه له من يشاء استلاءا واختبارا وقتنا والدليل على هذه الشرقية أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتأذنني يا رسول الله أن أعبر بالنسبة للرؤى والتعبير هذه قدرة إلهية الذي هو الرؤية كمثل أن الله خلق الإنسان من العدم إلى الوجود فيكاد أن يؤمن أن يقول أنه ما يرى هذا الإنسان في منامك يفوق القدرة بالخلق والذي أرى هذا الإنسان هو الرب تبارك وتعالى هو الذي جعله يرى هذه الأشياء وهذا هو العجب خلق الإنسان مرة في المبدأ الأول وفي البعث مرة أخرى لكن بالنسبة إلى الرؤى تجد قد يرى في ليلة واحدة مواقف عجيبة كثيرة يتحدث فيها ساعة و ساعة فهذا فيه جلالة على القدرة الإلهية أن كل إنسان يرى وكأنه يفعل ذلك حقيقة وهو في الحقيقة حقيقة لكنه من جانب ثاني لعنى الرؤى إما أن تكون رؤيا وإما أن تكون حديثا للناس وإما أن تكون من الشيطان يعني أنه لم يسمى بالله ففعل معه الشيطان القريب من الأحوال التي تؤذيه وليس معنى هذا أن يقال أنه ليس فيه مجال لتعلم التعبير ولعلم التعبير كلا ولكن يقول الله على من يشاء بالقوة الفكرية التي يحصل على الفراسة فيتفرس ببعض الأشياء ويوفق أيضا ويسدد وممن اشتهر في التعبير الإمام إبن سيرين وجاء بعده من يتخبط وغالب المؤلفات في عصرنا الحاضر هي حصول ذرهم ودينار وقريبا أنها بعيدة عن الحق إلا اليسير منها مما ثبت في الكتاب أو السنة أو ثبت عن أهل العلم الأوائل وإلا فغالبها تجانية يحصل المؤلف درهم ودينار من وراء ذلك فإن كان قد نقل فنقله باجتهاده الله أعلم بجزائه من الله وإن كان قد خبط أيضا بالتعويل فسيسألوا عن ذلك في أيام القيامة لأن الله تبارك وتعالى قال في شأن القلب فتحسبون غينا وهو عند الله عظيم فكم من إنسان تلوث فكره وأصيب بالمرض النفسي بسبب ما كتبه بعض المؤلفين حيث يقولون من رأى كذا وكذا يصب الموت من رأى كذا وكذا يصب الموت النفوس قد لا تتحمل ليس كل إنسان يتحمل شيئا من ذلك إنسان لو تقول له أنت ستموت بعد ست ساعات مات أثبار لأنه عنده اللقين عنده الاطمئنان بعد الإيمان لكن لو قلت لإنسان أنت موتك قريب ولو لم تكن طبيبا ولو لم تكن عالما فقد يتأثر نفسيا ولهذا غالب ما كتب في هذا التأليف في الحقيقة أنه ضرر على كثير من المطالعين والتعبير في الحقيقة يختلف الرؤى مع التعبير يختلف من زمان إلى زمان لم يبقى الآن من الأطعمة نحن نجد أن أطعمة القرون الماضية تختلف عن طعامنا اليوم لكن فيها أصل كمثل البر والتمر والماء والسمن هذا لم يتغير لكن أطعمة الناس في عصرنا الحاضر تغيرت وإن كان كل طعام يرجع إلى أصل واحد لكن لأشكالها وألوانها وما فيها من التدوق بالطعام فكما يكون ذلك يكون أيضا بالتعبير وتختلف الشخصية أيضا شخصية الرائي الرائي منهم من له حرفة ومنهم من له سلطة ومنهم من عنده عيد ومنهم من يحمل الجار ومنهم من هو تريد ومنهم من هو شاب ومنهم من هو مصير ومنهم من هو صغير فيختلف التعبير باختلاف الرائي ولما كانت الرؤى فيها بشائر فالرسول صلوات الله وسلامه عليه كان يقول لأصحابه بعد الصلاة أحيانا من رأى منكم رؤيا صلوات الله وسلامه عليه فأصبح الوحي على قسمي فقسم الأول الذي يتنزل به جبريل عليه السلام أو بما يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه كما رأى محمد صلى الله عليه وسلم عليه تلك الصورة والبشائر بالنصر ودخول مكة والاستيلاء وعزة المسلمين وكما رأى إبراهيم عليه السلام في شعل ابنه إسماعيل عليهما السلام فلا شك أنه من أنكر الرؤى أو استخفى بها فهذا لسبب الجهل أو نقصان العقل أو نقصان الإيمان لأن الجزء الثاني هو بما أعطى الله عباده في المنامات وهذه قدرة إلهية وعلماء التعبير تركوا هذا الميدان ولا شك أن الله صرفهم لحكمة وانشغلوا بما هو أهم في أمور الدين الشرعية ولا ينبغي للمؤمن إذا رأى رؤية أن يعرضها على مستخف أو على جاهل وينحف أيضا والرؤية هي بمثابة بشرى للمؤمن إما بتحقيق أمل الله وإما بزيادة ذيل الله وإما بزيادة أجل الله لكي يستعد لما سيجد والرؤى من المؤمنين إذا اجتمعت فقد تكون فتنة أو قد تكون رحمة وبعض من الناس نادل كالشعرة البيضاء في جيد الثور الأسود يعني أن الرؤية التي أراها في المنام تظهر حقيقة لا تغير فيها ولا تأوي وقد يحصل ببعض من الناس في حياته كلها أنه يرى رؤية واحدة كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود وغالب الصالحين الذين يبلغوا بالسن مقعنة وأرجو أن لا يخلقوا أنهم في نهاية أعمارهم يرون رؤية تجيهم على لقائهم بالمولى تبارك وتعالى أي بذنوب الأجل ولو رأى رجل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فقال له إن حكم كدا هو كدا وكدا ثم لما عرض هذا الحكم على الكتاب السنة وجده مخالفا لا يأخذ بالرؤية أبدا ولو رأى الرجل أنه لانا بالرؤية هو من أعداءه لا يأخذ لأنه إذا تأملنا وجدنا أن الرؤى هي غموز هذه الغموز للمعاني عظيمة للمعاني عظيمة والرؤية قد تكون من قبيل التخويف للمؤمن وقد تكون من قبيل البشرة للمؤمن وقد تكون من قبيل وقد تكون من قبيل التعليم والتحذير والعجب أن علماء التعبير باجتهاد منهم باجتهاد منهم يرون أن الفرق بين الحلم والرؤية والرؤية أن الرؤية هي التي يستأنس بها المؤمن وأن الحلم هو الذي ينزعج به الإنسان وهذا فيه نار فلا يمكن أن يقال هذا بوجه عام ولكن نقول إن الحلم والرؤية يعرف ذلك المعبر الملهم ما شاء الله ولكن هل يرني الرأي على تأويل المعبر كما أن الرؤية هي جزء من ستين وأربعين جزء من النبوة فكذلك التعبير قد وفقوا له الملهم وقد وتعبير الرؤى أو وقوع التأويل قد يكون خلال 24 ساعة وقد يكون خلال يومين أو ثلاثة أيام وقد يصل إلى عام وقد يصل إلى ثلاثة أعوام وقد يصل إلى ما فوق الثلاثين عام أو يصل إلى مزيد من فوق الأربعين عام فإذا أولا التأويل وعرف المعبر فهو بشر صاحبه العمر الطويل والمعبر سواء كان منهما أو كان محاولا التعلم بالفراسة أو كان مجعبا لا يجوز له بأي حال أن يحطم فالرائد فيقول له إنك ستموت هذه قاضية على الرائد فلسيما النساء وهن ناقصات عقل ودين فلا تتحمل الماء ويستحسن إذا رأى صاحب الأسرة يجمعوا أهله وولده العقلاء فقل بشركم أنا رأيت البارحة كذا 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 فسرهم بذلك فإذا كان هناك من من يستخف أو كان من من يتعجل بالتعبير بجهد فيرفع ذلك عن هؤلاء ولعل من قبيل الفكاهة في التعبير جاء لأحد الأخوة في عام اثنين وثمانين يعني قبل ثلاثين سنة وقال إن ولدي الذي بلغ من العمر ستة أعوام أو سبعة أعوام رأى البارحة أن مئذنة المسجد قد سقطت هذا قبل ثلاثين عاما وعين هذا المسجد القائم بطبيعة الحال هذا لا حرج فيه ولا يضر هو أحد الإخوان وقالوا له أو يدعى الشيخ صالح السبت شفاه الله ومرضان ومرضاكم ومرضاكم والولد أعتقد الآن أنه بلغ يمكن إلى ثمان وثلاثين عاما مدام أن القصة لها ما يزيد على ثلاثين عاما أو كم ففي هذا الحال عرفنا أن الذي كان أعمر المسجد هو الشيخ عبد العزيز عبد العزيز الشيخ المشهور بأبي حبيب رحمه الله فعرف وفاته بذلك لأنه الذي يعمر المسجد كان يعمره بالذكر وكان المسجد قد اشتهر به والمسجد اشتهر بالمئنة ممكن للحالق إذا وفقه الله وتابع هذا العلم أن نجد مجالاً في هذا الميدان ولعل الله أن يسر دروساً في هذا الشعب وحتى لا نخفض هذا الوقت نكتفي بهذا القدر فما جاء في الرؤى في كتاب الله أو في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أو ما حصل للسابقين من العلماء والخلافاء والصالحين لا يتسع له هذا المقام فنحن نكتفي بذلك القدر إلى لقاء آخر لمشيئة الله تبارك وتعالى جعلنا الله وإياكم ممن وفق في دليا وفي أفراه ومن نفسه بالدعاء من الحاضرين والغائدين وممن يرون الخير في علمهم وفي رؤاهم كما نسأل تبارك وتعالى أن يكتح على قلوب أولياء المسلمين بما ينفعهم حدمة هذا الدين وعزة الإسلام والمسلمين والله حسبنا وهو نعم الوكيب وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم سلم الكثير جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم والأسئلة على كل حال تختلف عن أي محاضرة لأنها كلها رؤى ولن يتنازل أحد بإعطاء نصيبه للآخر ولكن ليس لي عذر إلا أن أخذ الخط الواضح فقط وإلا أن الأسئلة للرؤى كثيرة جداً وحسب ما يؤسر الله سبحانه وتعالى من الوقت سنعرض الأسئلة ونعتبر كلمة الشيخ الأخيرة لعل الله أن يؤسر محاضرة أخرى أن هذا وعداً بإقامة محاضرة أخرى في هذا المسجد قريباً إن شاء الله وستبقى هذه الأسئلة عندنا حتى اللقاء القادم بحول الله الرؤية الأولى يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أود من فضيلتكم التكرم بتفسير رؤياء تلك ابنة التي حرمت من رؤيتها من قبل أبيها بعد انفصال عنه حيث لم أرها منذ سنة تقريبة إلا في المنام فقط في صور مختلفة وعلى فترات متفاوتة تقرب أحياناً وتبعد قليلاً أحياناً أخرى وهي تبلغ من السابعة من العمر فتارة أراها في المنام في صحة جيدة وتارة أخرى أراها في صحة غير جيدة متعبة شاحبة حزينة رؤياني الأخيرة بها منذ حوالي من ثلاثة إلى خمسة أيام وهي أنني رأيتها وكأنها تقرأ في كتاب في فصل دراسي ومعها زميلاتها في الفصل ومعلمتها وهي في الواقع تدرس فعلاً في الصف الأول الابتدائي وكأنني أنا أقف أمامها ولكن عن بعد وكذلك على جانبي أخواتي وأهلي وكأن الجميع يصفقن لها وهي تقرأ ولكن لم أسمع صوتها فقط حركة شفتيها وكنت أصرق في الحلمي طالبة رفع صوتها من أهل الذين كانوا حولي وكأنها في ذلك الوقت عندي أشبه ما تكون في شاشة تلفاز يمكن التحكم في درجة الصوت ولكن دون جدوى ثم فجأة انتهت أو توقفت عن القراءة وصفقت لها بحرارة أنا وزميلاتها وأهلي ثم تنحت عن مقعدها وابتعدت عن الصفوف فجريت نحوها لأضمها إلي وفعلا ناديت عليها فتقدمت مني وكان لباسها يميل قليلا إلى اللون الأخضر الداكن ووجهها محمر قليلا وخاصة للأنف وكأنها مصابة ببرد وشعرها غير الواقع أصبح لونه أسود داكن فضممتها إلي وأنا أسأل عن حالها وأخبارها فأخذتها جانبا وأجلستها على حجري وأخذت وأتحدث معها فكان من ضمن الحديث الذي أتذكره فقط هو أنها كانت تحدثني بنبرة حزن وأسأ عن ما يفتريه أهلها علي ليشويه سيرتي عندها فتكرهني والكلمة التي تذكرها بالذات والتي كانت بالإشارة ممثلة هي قولها لي وهي تشير بيدها لما يقوله أهلها أرجو من فضيتكم تفسير رؤياء هذه وجزاكم الله عنا خير الجزاء بسم الله الرحمن الرحيم الرؤية لا تتعلق بالفتاة وإنما تتعلق بالأجر والتواب لها وتفسير الرؤية أن إذنتها ستعود إلى حضامتها بمشيعة الله الحمد لله وكذلك أيضا ينبغي لولي تلك الفتاة أو لمن يبتل بمثل هذا الموقف أنك ذكر موقفه يوم القيامة بحرمان أم الفتاة فهذا عطف وحنان وموضة يضع الله ذلك في قلب كل المرأة الضعيفة تسخيرا لها لكي تخدمها في تنظيف الفتاة أو الفتاة وما شاء بعد ذلك ولا شك أن القضاء إذا وصل الأمر إلى القاضي يحكم لها بالزيارة وتأويل الرؤية هذه أنه ستعود الفتاة إلى أمها بمشيعة الله تبارك وتعالى إما بسبب من الأسباب وإلا بتسخيري ولي تلك الفتاة وقد جبلت النفوس أحيانا على المعادات والانتقام وهذا بسبب الجهل ونقص الإدراع وإلا فينبغي للمؤمن أن لا يسيئ إلى من أساء إليه بل يصبق ويحتسد ويحسن جزاكم الله خيرا وهذا سائل يقول أمي رأت أبوها متغطي ببطانية وأمامه عدة كؤوس كلما رفع واحدا لم يجد بهما أمي رأت أبوها متغطي ببطانية وهو متوفي وأمامه عدة كؤوس كلما رفع واحدا لم يجد بهما وهو عطشان وابنته التي هي أمي أمامه تنظر إليه ولا تستطيع أن تفعل شيئا ثم خرجت من الغرفة التي هو فيها فرأت في الغرفة التي بجانبها طفلة مضرجة بالدماء والدم ينبع من وجهها فقالت من هذه وما بها قالوا هي معاقة فخرجت من البيت ورأت بنتها عند الباب وهي متزوجة وتعيش في اليمن مكوية في خدها اليمين فقالت البنت لأمها أمي فلم ترد الأم عليها لأنها كانت غاضبة منها وجزاكم الله خيرا يتعلق ذلك بإتيان حظ لهذه الرائية وكذا أو للرأي وقد يحتاج إلى قربة وسيتيسر أمره في ذلك المشيئة الله سائل يقول أو سائلة تقول من رأت في المنام أنها تقرأ سورة الفاتحة وقد تكررت هذه الرؤية مرتين فما تفسير ذلك مع العلم أن هذه المرأة قريبة عهد بالزواج وهي طالبة وهذه المرأة نفسها قد رأت أنها لبست أربع قلاء الذهب كبار قد أعطتها إياها أختها الأكبر منها ونفس المرأة رأت أن زوجها عاكف في المسجد النبوي وهي تحضر له الفاكهة مع العلم أنهم لم يذهبوا للمدينة المنورة قط والله يحفظكم هذه المرأة ستحمل بمشيئة الله أربع فتيات متواليات أو متتاليات ليس معناها أنها في مرة واحدة و سيحصل بينها وبين زوجها بمشيئة الله كما يحصل لأي عمرأة مع الزوج في أثناء الحمل بعد بلوض الحمل إلى شهرين إلى ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة من الكره للزوج وهذا شيء جبل كثير من النسو على ذلك لفترة محدودة وهذا هو معنى الفاكهة نعم وينتهي هذا الكر وهذا شيء عرفه المسنون من نسائه نعم من رأت في المنام أنها تلعب مع نساء فأتاها رجل فهربت منه فلحق بها فطالت مطاردته إياها حتى انتهت إلى شارع فيه بائعة جالسة على الرصيف واختابأت ببطانية عندها فأتاها فكشف الغطاء عنها وقالت له سأتطلق من زوجي وتركني وسأتزوج منك ثم ذهب عنها وهو راضٍ مع العلم أنها متزوجة منذ ثلاث سنوات وتعرف هذا الرجل في اليقظة وجزاكم الله خيرا فهذه المرأة تحاول الحسول إلى شيء من المال ولكن سيسر الله أمرها والرجل الذي هي تعرفه لا علاقة بذلك ولو عرهنا اسمه لزدنا مزيداً من التعبير نعم نفسي أعلم رجل رأى في المنام أنه جالس لقضاء الحاجة وأتاه رجل يعرفه فسلم عليه وأطال السلام وقد رأى نفس الرجل أن أخته ترمي بنفسها في قليب فيها ما تريد السباحة ولكنها كادت أن تغرق فأنقذها وأجر لها بعض الإسعافات الأولية بالنسبة للذي يقضي هذه الحاجة هذا رجل يريد أن يطهر نفسه بزكاة أو صدقة والرجل الذي أتى إليه وهو يعرفه إما لو عرفنا اسمه لعرفنا التعبير أجراء ولكن فيه احتمال أن يكون من دول حاجة إن كان معروفاً بالفقر وإما أن يكون له معنى آخر لأنه لا يدرك ذلك إلا بعد معرفة الإسم وبالنسبة الرجل الذي رأى أن أخته ترمي بنفسها في قليب فيها ما إن كانت وأنقذها أخوها إن كانت لم تتزوج فأخوها سيكون حجر عفا بزوادها لكن هل يكون الحجر عفا لرجل متقدم من الصالحين أو لرجل متقدم من غير الأكثر لا نستطيع أن نحكم بذلك وهذا سيئن يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد رأيت رؤيا أشغلتني وهي تتكرر كثيرا وهي أنني أرى في المنام أن أسناني تسقط الأوائل الأوائل يرون أن سقوط الأسنان هو بالموت الأولاد وهذا كما قلت لكم في المقدمة انتهى طعام انتهى التأويل يختلف لكن ليه من أن يكون هناك من يحضر بين يديه طعاما قديما لكن الذي يظهر لي من ذلك لابد أن نعرف الشعص الذي سقطت أسنانه إن كان طالبا فسيكون عنده بعض في الدروس وإن كان مسنا فسيحال التقاعد وإن كان مسنا من الذين يبيعون ويشتروا فهو سيكون ركود في تجاعته وإن كان ممن يحمل وظيفتي وظيفة ظاهرة ووظيفة خاصة يعرفها أصحاب الإشارة فقد يكون انتهى من الوظيفة السرية إما بإقالة وإما باستقالة وفي ذلك معاني كثيرة ما يمكن أن نحدد ذلك إلا بمعرفة الشخص امرأة ترى ثلاثة حبال سود يريدون أكلها وهي في صراع معهم وكذلك رأت أنها تأكل من طبق فيه فاكهة وأتت واحدة وأخذت منها برتقالة هذه امرأة تعرضت لخطر وحفظها الله تعرضت لثلاثة أخطار ورجعها الله نعم هذا سائل يقول رأيت الشيخ عبد المحسن العبيكان وهو لابس بشت وهو لابس بشت جميل وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو يقول الصلاة الصلاة ثم أعطاني هذا البشت فما تفسير فضيتكم لهذه الرؤية وهذه الرؤية ثانية شخص رأى فضية الشيخ عبد العز باز يقدم له قهوة فما تفسير هذه الرؤية بالنسبة لمن رأى عبد المحسن العبيكان قد لبس بشتا فهو سيعود إلى عمل يناسبه ويليق بمقامه وهذا الرأي لابد أن أعرفه إن كان طالب علم إن كان طالب علم فهو سيدرس من بعد في مسجد المساجد أو في الميزان من الميادين أو سيكون خطيبا في الجامعة وإن لم يكن فسيكون قارئا عن المصابين بالجن كذلك هو يقرأ عن المصابين ويقرأ عن المصابين على كل حال سيكون عبد المحسن العبيكان العيظة يحيل إليه يحيل إليه بعض المصابين كذلك أيضا بالنسبة إلى الرائم الشيخ ذنباز يقدم له قهوة هذا طالب علم سيقصر بمتابعة الدروس فعليها الله يشرب القهوة بالرؤية فإن كان ليس مؤهلاً فهو من الناس المحتاجين لكن ما يقتنع الشيخ ما يقتنع الشيخ ابن باز الله يحفظه للمسلمين ويبارك في حياته فهذا رجل يحبه البر والبحر ما شاء الله ذلك فضل الله يأتيه من يشاء والله ابن فضل عليك فهو سيقدم الطلب منه بسداد دين أو شيء من هذا القبيل أو كذا ولكن لا يحصل قناعة وهذا لا يمنع أنه قد يحصل قناعة في عام ثاني أو في طلب آخر يقول هذه الرؤية أراها منذ ما يقارب الثلاث سنوات أو أكثر وإني أراها كل يومين أو ثلاثة وأحياناً أراها أيام متتالية وإذا تأخرت قد أتأخر أسبوعاً أو شباً بياعظ فخرج جل من في المسجد ولم يبقى إلا أنا والإمام والمتكلم وقير جداً من المصلين وأثناء الوعظ نزل في المسجد مطر ولكن بألوان قطراته ملونة ألوان جميلة جداً فأخذنا نقلبها وأخذت واحدة من القطرات وحاولت مضغها ولكن صفتها قوية كالياقوس ثم خرجت لأنظر إلى خارج المسجد فما تعبيرها جزاكم الله خيراً السائل إن كان طالب علم فهو سيحصل عنده خوف يسير يومين ثلاثة وينتخي وإن كان من أصحاب التجارة فهو كذلك سيكون عنده تعب في يومين أو ثلاثة وإن كان من المدينين فسيتعبه دائناً دائن لفترة أيام ثم يستريح من خطره والرؤية مبشرة بأجر كثير لبعض طلبة العلم فسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ جميع المسلمين من أمامهم وخلفهم ومن فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وعن كل ما يخشونه ولا حول قوة إلا بالله العليل العظيم فإن كان الرائي خطب امرأة فليأخذ بحسبانه أن أهل المرأة سوف لا يوافقون إلا إن شاء الله يقولوا أنا رجل في الأربعين سنة متوسط الحال في ديني ولكن في الدنيا أحوالي جيدة ولكن هناك رؤية أزعجتني وهي أرى ثلاث عقارب في كيس ألقيت علي وتعضني عظاً بسيطاً هذه الرؤية ثلاث مرات أفيدون جزاكم الله وخيره هذا الرجل عنده من يمنعه أو من لا يشجعه على متابعة مجالس العلم ولكن عاقبة طيبة سوف لا يتأثر بدعوة هؤلاء الذين يبعدون عن هذه الميادين فإن كان الأمر ليس هكذا فعليه أن يلتقي بي حتى أعرفه وأعطيه المعنى المناسبة له في مشيئة الله وهذا ساين يقول لقد رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المنام يضع في جيبي قلمة فما تفسيرها جزاكم الله وخيره لابد أن أعرف هذا الشخص فإن كان تخرج من كلية الشريعة فليهيئ نفسه للقضاء يكون قاضياً فإن كان يحب أن يقف النسائله نسائله على أي حال إن لم يكن متخرجاً فهذا قضيته سيؤجر فيها وسينتصر خصمه إلا ما شاء الله هذا ساين يقول أحد الإخوة سوف يسافر إلى أمريكا يوم السبب القادم إن شاء الله وقد رؤي في حلمين أنه يحلق لحيته الحلم الأول من قريبته والثاني من زميله هذا الرجل سوف ينفق ما في جيبه وما في جيوب أصحابه من مال لحاجة السفر ولا علاقة له بدينه رأيت في المنام أني أطير وأيضاً أني أقود سيارة ورأيت حية في المنام أحياناً تؤذي وأحياناً لا تؤذي وهذه الأحلام متكررة لدي هذا إن كان لم يتزوج فسيتزوج وإن كان لم يتوظف فسيتوظف وبالنسبة إلى الحية لابد من معرفة شخصية الرجل كفقير أو غني أو مدين إنما لا خوف في الرؤية إن شاء الله الحمد لله هذا يقول شاهدت في المنام أني أرى في السماء جسم غريب أرى أوله ولا أكاد أن أشاهد آخره وكأنه يشبه القمر الصناعي وكانت السماء صافية وثميل إلى اللون الأزرق الغامق وكان الناس من حولي لا هون عن هذا الجسم الغريب فذهلت من ذلك الجسم ووقعت أبكي على الأرض ثم تنبهت من فوري وذهبت فتوظأت للصلاة وذهبت إلى المسجد كي أصلي وكنت خائف فما إن دخلت باب المسجد فإذا بي كأنني في سوق في سوق به من النساء ما الله به عليم وكانت النساء كما وصفهن الرسول صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات مائلات مميلات كأن رؤوسهن أسلمت البخت ثم استيقظت من نومي وكان هذا الحلم منذ أربع سنين أرجو تفسيره جزاكم الله خيرا جواب هذا قد سبق وأن امتهى وهو معناه رزق من الله ويفرح والبكاء فرح والظهر لي أنه هذا عما عمم المسلمين من تخفيف بعض الأمور التي عليهم كواجبات من أجرة كهرب أو أجرة ماء أو كذا أو كذا المهم أنه فرح عظيم على عامة المسلمين وقد حصل نعم يقول قرأت على امرأة مريضة في المستشفى فسمعت القراءة امرأة أخرى مريضة فرأت أني أعطيتها كيس مسك فقلت لها شميه وستشفينا فما تأويلها هذا الرجل سعى لغير بخطبة أو سيسعى لغير بخطبة أو هو سيخطبها لا يعرف ذلك إلا من معرفة الشخص يقول امرأة رأت أخاها في المنام بعدما مات وقد مر بجانبها هي ومن حولها فتركهم واستقبل أحد الجدران في ركن وأخذ يدعو دعاء وهو يشهق من تأثره فما تأويلها امرأة رأت أخاها في المنام بعدما مات وقد مر بجانبها هي ومن حولها فتركهم واستقبل أحد الجدران في ركن وأخذ يدعو دعاء وهو يشهق من تأثره فما تأويلها هؤلاء لهم مال مجهول عليهم أن يبحثوا عنه إما من ميراث وإلا دين أو شيء المهم لهم مال مجهول الله أعلم يقول الشيخ يوسف حفظه الله امرأة بعد طلاقها رأت في المنام أنها سقط ضرس كبير لها ثم أخذته وأعادته إلى مكانه فما تعبيره إن قطع رزقها من زوجها الذي جعله الله على يد زوجها سيعوضها الله هذا معنى سيعوضها الله رزقا آخر يقول إن لي أخ مريض منذ زمن مرضا شديدا والبيت مضطرب لأجله شيخنا في يوم من الأيام بعد صالة الفجر أعلم شيخنا يعني إياه شيخنا في يوم من الأيام إن لي أخ مريض منذ زمن مرضا شديدا والبيت مضطرب لأجله وفي يوم من الأيام بعد صالة الفجر أي في الصفرة نام أبي وهو مستقيم ولله الحمد ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم في الشارع ثم عزمه وأدخله البيت فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم البيت ثم قال له أبي إن عندي ولد مريض فليتك أن تقرأ عليه ففعل صلى الله عليه وسلم ثم برئ أخي مما فيه فما تأويلكم لهذه الرؤيا رحمكم الله هذا المريض هذا المريض عليه أن يكثر الاستغفار إن كان يعي إن كان يعي عليه أن يكثر من الاستغفار وإن كان لا يعي فعلى أبويه أن يستغفران له يعني أن يدعو الله بالمغفرة لهذا المريض وأن يجتهد بالقراءة عليه من القرآن ففيه رائحة في الرؤية أن الله سيشفيه إن شاء الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أنا وهو صلى الله عليه وسلم وجماعة من الناس نشرب القهوة تحت خيمة ثم مد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فنجان قهوة وكانت القهوة مسمومة وأنا أعلم ذلك فمددت يدي وسكبت القهوة المسمومة لك لا يشربها الرسول صلى الله عليه وسلم دفاعا عنه أرجو تفسيرها لابد معرفة الشخص إن كان طالب علم يعني إن كان هو طالب علم فلابد أن ندرك أنه سيوفق في تحقيق السنة وإن كان ليس أو لم يكن مما ذكرت فسيكون منكر وهو ينكر هذا المنكر نعم مشيعة الله نعم يقول في يوم من الأيام بعد صلاة الفجر جلست في البيت ثم قرأت وردي من القرآن لحظة ويتعلق في الأول أيضا إن كان إن قد خطب إمرأة فسيتحقق أمره وإن كان ليس من الملتزمين فسيلتزم بمشيعة الله في عمر دين نعم يقول في يوم من الأيام بعد صلاة الفجر جلست في البيت ثم قرأت وردي من القرآن ثم نمت الصفرة فرأيت أني مقبل على حلقة علم للشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ولما انتهى من درسه جئت إليه وكان معي كتاب سبل السلام أريد أن أسأله فإذا بالشيخ فرح بفرحا شديدا ومن شدة فرحه قبل رأسي ولما رأيت منه ذلك فرحت أنا أشد منه وقبلته ثم أعطاني نقودا فما تأويلها ما هي الكتبة تنصحون بها في موضوع الرؤية على كل حال أن كان لم يتزوج فسيتزوج ومشيئة الله وسيقبل على طلب العلم مزيدا مزيدا ولكن سيكون في حيرة في أمر دنيا أن يواصلوا طلب العلم أم يواصلوا طلب التجارة ويظهرني أنه سيعطي طلب العلم اليسير ويعطي دنياه الكثير ولا حرج علي في الدين إن شاء الله يقول رأيت أني في مكان غريب ومعي أهلي وكأن لي بنتا جميلة بيضاء تركناها في ذلك المكان وأنا أصيح بأخي لقد تركنا البنت فقال أخي سنرجع لأخذها وإذا بها تبكي وكأنها تدحرجت من نفوذ فرجعت لها وأخذتها وسكتها وأخذت معي بعض الفاكهة وجزاكم الله الخير هذا عنده مشكلة وستنكشف وإن لم يكن عنده مشكلة والرؤية قريبة فستأتيه مشكلة يفردها الله له ولا خوف ولا خطر عليه يقول من رأى أنه يأكل تمرات تتكرر عدة مرات يختلف آكل التمرات من شخص إلى شخص فقد يكون يهدى إليه حسنات أو يهدي حسنات لابد معرفة الشخص يقول رأيت قبل زواجي بعام أنني في مزرعة خضراء فبينما أتجول بها وفيها مناح العسل وكأني أأكل من ذلك العسل ورأيت قبل عامين يا شيخ أن هذا الرجل هذا الرجل تزوج زوجه لكنها كثيرة العتاب دائما وكثيرة الشرى ولكن العاقبة حميدة إن شاء الله يقول رأيت قبل عامين يا شيخ أن ذئبا يلاحقني وإذا بامرأة كأنها ستأخذ من شعري لتسحرني هذا سيصادق رجلا ليس من بلاده سينال من الدنيا يسيرا ما يأخذ بفؤاده إلى هذه الدنيا لكن لا خوف عليه في ذلك كله إلا إذا كان يطلبه رجل غريب عن بلاده سعى من البر وهو الأولى أو الأقرب أو من غير هؤلاء ممن صفته كصفة الذي لا يرحم ولا يعذر صاحبه بالدين يقول امرأة أو تقول امرأة تقول إنني رأيت أنني أقود سيارة ماذا تقولون في تأويل ذلك لابد معرفة شخصية المرأة هل هي متزوجة أو غير متزوجة موظفة أم غير موظفة فإن كانت متزوجة فزوجها شديد ولكنه بعد الرؤية سيكون خاتما في يدها فإن كانت لم تتزوج فسوف تتزوج مشيئة الله إن كانت متزوجة وزوجها لطيف معها بطوائيتها فهي ستتوظف فإن كانت موظفة فمديرتها ستقتنع بها ولا تعاتبها بعد ذلك مشيئة الله يقولوا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام في أول مرة أن الرسول أمامي وأبو بكر رضي الله عنه عن يمينه وعمر رضي الله عنه عن يساره وأنا أمامه جالسين على شكل حلقة والمرة الثانية دخلت جنة ووالدي خلفي فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطان في داخلها فأعطاني شيئا في الكأس من ذهب وفي المرة الثالثة قمت من النوم قبل أذان الفجر بقليل وأنا أبكي فقمت مع هاتف يقول لي أما إن الله يبشرك بالجنة أو الرسول صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة فما تأويله جزاكم الله الخير هذا رجل سيطيل الله عمره هذه بشارة له من صدقة رؤيا بمشيئة الله تبارك وتعالى وسيعيش عمره أشخاص عظماء ثلاثة ثلاثة وقد يكون التأويل أنه يكون معلما إن كان طالب علم لأنني لا أعرف شخصية الرجل وهذه هي المشكلة بعرض الأسئلة وليس هناك من حرج في الحقيقة لو يقف السائل ولكن البعض يتحرج فلا نحرج أحدا إن شاء الله فهو قد يتولى التعليم ثم يتولى بعد ذلك وظيفة إدارية ثم يتولى القضاء وسيتحقق له زواج سواء كان عند زوجة أو لم يكن عند زوجة ولو كان من الناس الذين يستغربوا منهم أن يتزوج هو سيتزوج بمشيئة الله إن لم يتزوج فإن كان متزوجا فسيتزوج لكن قد يكون الزواج له متأخرا بعد هرم الأولى أو في فترة معينة على كل حال هي بشارة الله ولأهله وبشارة الله بطول العمر نعم مشيئة الله يقول لقد سلكت طريق الحق والتزمت منذ فترة بسيطة ولله الحمد فأرجو منك يا شيخ الدعاء لي ولإخواني من أمثالي بالثبات جزاكم الله خيرا وبعد فلقد رأيت حرما أثار في نفس الخوف أثناء نومي هو أني حلمت بأن أصعد سلم المنزل وفي أثناء ذلك سمعت اسم يسوع ورأيت رجلا يختفي من أمامي فأفدني جزاكم الله خيرا بالنسبة إلى الدعاء أسأل الله نثبتنا وإياكم أجمعين وإياه ومن نخص بالدعاء من الحاضرين والغائبين ولجميع المسلمين حتى نلقاه وهو راض عنا وأن نعيش في الحياة وهو راض عنا مع العافية بالدنيا والآخر أجمعين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم سليما كثيرا وبالنسبة إلى التزام منذ فترة بسيطة فلعله إن صدق بالتزامه وما ذلك على الله بعزيز أن يبدل الله سيئاته حسنات لأن الله تبارك وتعالى وعد فقال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزمون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات بالنسبة إلى الرؤية هذا سيكون رحمة على أهله بصعوده السلم وبالنسبة لرؤيته اسم ياسوع فهذا إن شاء الله أنه ستسعه الرحمة وبالنسبة إلى الرجل الذي اختفى هو عهده السابق المشين الذي كان يعمل سوءا فيه إن شاء الله هذا يقول أخي الصغير مصاب بمرض السكر منذ سنتين وقد رأيت في المنام أن الله تعالى قد شفاه فما تعبير ذلك مصاب بمرض السكر معناه أن الله بيعطيه من الأجر والثواب في مقابل هذا الابتلاء وهو صغير السن وبقيت السؤال يقول ما الفرق بين الفراسة وتعبير الرؤية الفراسة هو حضور الذهن لأمر متوقع فمثل على سبيل المثال لو رأينا شخصا يخدم أهله ثم توفي لا قدر الله فيتفرس الشخص يقول إن فلانا سيخرفه يعني من إخوانه هناك علامات أنه قريب بالسن أنه رجل يتطلع إلى الخدمة أو أنه سافر الأول فسيكون كذا أو مثل يرى رجل اشتهر بحسن الخلق وكذا 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 فيقال إن كان ولابد أن ينتخب مثلا كإمام للمسجد أو مؤذن أو مدير مدرسة بين زملائه فسيكون كذا ثم يقع على كل حال المتفرس عنده مقدرة لمعرفة الميدان وتخصيص من سيقوم في هذا الميدان وألف بعض المؤلفين في الفراسة وتفرس عمر رضي الله تعالى عنه وتفرس أحد من الحاضرين قال إن فلانا سيخلف سماحة الشيخ عمر بن حسن رحمه الله بالوظيفة وفعلا تولى وبعد عام قال إنه سيستقيل هذا الذي من بعده واستقال ورعا ثم قال وأتفرس أنه سيعين فلان وتعين هذه مواهب وليست من قبيل الكهانة وتفرس أحد الحاضرين فقال إن فلانا سيعين من قبل الدولة كوزير ولم يعين بل عين غيره وجاء إليه قال لو شئت لأقسمت لك أنك ستتعين وتعين فهذه مواهب إلهية يمنى الله بها على من يشاء ومن فراسة شيخ الإسلام من تيمية يقال عنها إنه دخل البلد الفلانية ما نريد أن نسميها حتى لا يكون واحد من الحاضرين من تلك البلاد فيكون في نفسه علينا شيء دخل شيخ الإسلام من تيمية رحم الله معه مرافق ولا يملكان سوى هذا الجمد ولما دخل البلد الفلانية وهي تبعد عن العراق بمسافة ألفين كيلو تقريبا استقبلهم ذلك الرجل وأظهر الكرم والإكرام والحفاوة والإنعام فلما رآه شيخ الإسلام قال لصاحبه المرافق لا أرى داعيا أن نبقى عند هذا الرجل فإني تفرست فيه فالمرافق أبى لأنه تكسرت عواطفه أمام كلمات ذلك الرجل وكان من حسن الخلق أو تمام حسن الخلق أن لا يكون بين الرجل وصاحبه مشادة فقبل شيخ الإسلام ولما مكث ثلاثة أيام قدم لهم هذا الرجل الحساب قال أكل بعيركم كذا وأكلتم كذا فما وجد الشيخ الإسلام إلا أن يبيع البعير وأن يسدد له الحساب يقول إذا رأى رجل في المنام أنه في بيت واسع ومجهز بجميع لوازمه يختلف هذا بحسب الرأي قد يكون زوجة أن البيت يمثل زوجة وقد يكون أنه يمثل سفر قد يكون يمثل إذا كان مضى على الرؤية ثلاثة أيام فانتهى هذا التعبير الذي سأقوله وهو الإيقاف ثلاثة أيام على كل حال لا خطر بالرؤية ولا خوف ويقول من حلم أنه رأى شيئا مفزع فهرب الناس إلا هو عجز عن الهرب فثقلت رجليه هذا الذي رأى شيئا مفزعا فهرب الناس إلا هو أولا كم مضى على هذه الرؤية من أيام ثانيا أنه هو الذي سيهرب ثالثا أن هروب قد يكون من قبيل الحياء فالرؤية في صالحه الرؤية في صالحه إلا في حالة واحدة إذا طلب الصدق من الناس فهو سوف لا تساعده أموره على أن يتصدق فإن طلب مساعدة في أمر آخر فظروفه لا تساعده على أي حال الرؤية ما فيها شيء يخيف وليس فيها شيء يضطرب من هذا الرأي يقول يا شيخ إني أحبك في الله سؤالي هو عن رؤية رأيتها وهو أني كأني دخلت في مكان وهذا المكان فيه عسل وتمر طيب جدا أرجو منكم تفسير هذه الرؤية على كل حال هذا سيحصل على أجر وثواب وسيحصل على كدر بسيط قد لا يتعدى ساعة بقدر طعم العسل فالعسل يبقى في الفم ساعة ومنهم من يبقى فيه ما يقارب الساعتين فعلى كل حال يمكن أن انتهى إن كان قد مضى على الرؤية يوم أو يوما أو ثلاثة أيام فقد انتهى الموضوع يقول يا شيخ إن لأخ كان عاص لله سبحانه وتعالى وأتاه كابوس يريد قبض روحه وكان بجواره رجل يلقنه الشهادة فتلفظ بها ثم استيقظ من النوم فزعا وخائفا ثم طلب من والدتي أن توقضه لصالة الفجر وما زال مواضبا على الصلاة وأسأل الله له الثبات على كل حال هو التزام ديني وإن كان لم يتزوج فسيتزوج بطالبة علم مشيعة الله نعم يقول سمعت صوتا في المنام يقول لي أنت المهدي هذا رجل قصر في حاجة فعليه أن يتوب إلى الله أن يبحث عن هذه الحاجة التي قصر فيها يقول رأيت في المنام أني أغتسل وزال ما بجسمي من وسخ هذا الرجل سيتصدق بصدقه لكن ليست كثيرا مشيعة الله نعم يقول رأيت أن أحد إخواني من شباب كلية الشريعة قد تقدم زملاءه في غابة ومعه سلاح ونحن خائفون هذا رجل سيحسن على بعض زملاء بشيء من المال فإن لم يكن فالراء يأتيه مال يحسن به على بعض زملاء المحتاجين مشيعة الله يقول رأيت أني أحمل رجلا مسنا أنا وأخي وكان ميتا ثم رفعناه إلى الدور الأعلى وأقعدناه ثم ما لبث أن بدأ يحرك يديه ويهمهم الشخص إذا كان الرأي طالب إذا كان طالبا فهذا سيثير مشكلة بين إثنين متعاديين فإن كان تاجرا فسيثير مشكلة بين جارين فإن كان متزوجا زوجة جميلة فسيحسد هذا الرأي وصاحبا له هذا الرجل الميت فإن لم يكن هذا وهذا لأننا لا نستطيع أن نحكم إلا بعد معرفة الرجل بمشيئة الله فالله سيهدي شخصا غير ملتزم على يد هذا الرجل ويعينه شخص آخر بمشيئة الله وهذا التأويل الأخير هو الأقرب يقولوا أنا شاب أرى عدة مرات أن طائرات تقصف المكان الذي أنا فيه مع العلم أنني قد سبق للذهاب إلى أفغانستان ولقد وقع لي حقيقة أنني في الجبهة والطائرات تقصف المكان وأنا شاب أتمنى الشهادة وأطلوها دوما فما تأويل ذلك إذا علم الله صدق العبد فسيعطيه أجر الشهيد إن شاء الله بالنسبة إلى الطائرات التي تقصف المكان إذا كان المكان هو في إفغانستان فمعناه سيأخذ من التبرعات ويحسن هناك وإذا كان المكان ليس هو في إفغانستان وإنما هو في بلاده فهذه مصالح للمسلمين تعم المسلمين كمثل العطايا التي تاتي من الولاية خاصة أو عامة في أمور المسلمين ما الشيئة الله نعم هذه تقول رأيت كأني أضفر شعر ضرتي وإذا بأمها في الغرفة تتلفت يمينا وشمالا غاضبة تقول من الذي يضفر شعر ابنتي فإذا بي أفزع فقلت لها مطمئنة لها أنا أنا التي أضفر شعرها أقصد بذلك أنه ليس أحد غيري وإنما أنا فأطمئني ما تأويل هذه الرؤية هذه امرأة ستزيل بحسن خلقها والتلطف مع زوجها والأدب بين يديه فبهذا يميل زوجها إليها لا شعوريا فتنال من حظ ضرتها إليها في قلب زوجها من مشيئة الله يقولوا رأيت أنني أرى وجهي وقد ملئ حو وشباب ورأيت جدي يدرس قرآن ومعه بعض الشباب في الجنة يظهر لي أنها لم تتزوج فلتبشر بالزواج إن كانت امرأة فإن كان شابا فسيتزوج فإن كان متزوجا فليبشر بالولد الذكر إن شاء الله من زوجه ونظرا لكثرة الأسئلة وضيق الوقت حقيقة لا يمل من الجلوس مع الشيخ ولكنه وعد بأن يكمل الإجابة على هذه الرؤى جميعا إن شاء الله ولعد الشيخ يعدنا في هذا المكان أن يكون اللقاء قريبا فمتى يا شيخ قبل أن نختم فإن شاء الله من زوجه لنا فإن شاء الله من زوجه لنا